السلام عليكم أخوتي وأخواتي ومرحبا بكم في قناة شاف نور الدين ورحبا بكم في فيديو جديد اليوم إن شاء الله غادي نشوفوا طريقة تحضير ديال الحوتة بصوصها لبيضاء كالتجارة يعود ديال بسفت إن شاء الله تنا الإعجاب ديالكم وتجربوها سبق لو حضرت لكم الفيديو تقريبا بحاله بفواكه البحر ولكن عاوت الوصفة لطالب واحد السيدة اللي قلت لي ما عنديش الكريم فخيش عاوتها بلا الكريم فخيش ونقص بنا بسفت الحويش يعني هدا الوصفة اقتصادية جدا 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 وقبل ما ندوزوا الوصفة ديالنا بغيتكم أنكم تزوروا القناة ديال كوزين زهر السلمين لي ما كيعرفاش لي هي الأم ديالي اللي تصيبت لكم هي هذا الرولي هذا بلا كريم فريش كانتم كما كتشوفوك هي جا رائع وليز بسفت إن شاء الله تزوروا القناة دياله وتتتركوا فيها هذيتنا الإعجاب ديالكم بزفت دبعا بركة الله غادي ندوزوا طريقة تحضير ديال الوصفة ديالنا أول حاجة غادي نحتاج لها لي هي حوتة بالنسبة للحوتة حوتة كبيرة على حسب عدد الأشخاص اللي كاينين في الدار لذلك كيف يبقى على حسب الاختيار ديالكم هنا عندي الحامض هنا عندي الزير أوزعتر وعندي تقريبا 1-500 جرام ديال الملحة في الفيديو السابق نرى مدرتش بالملحة درتها بالسلصة وطيبتها هذي قادي ندرها ليكم بالملحة وحترقها لي هي سهلة وسريعة في نفس الوقت وضغية كتوجد أنا عودت الفيديو علاج لأن الأغلبية ديال السيدات تلقوا بأن الوصفة اللي كنت استعملت ديال المرة شوية يعني فيها مكونات ليهما غاليين وأنا عودتها بنفس الطريقة ولكن بمكونات ليهما متواجدين في المنزل يعني تقدروا تلقاهم في أي منزل أنا عدرت الحامض في الوسط ديال الحوتة في التحت ديال الحوتة في الراس ديال الحوتة عدرت كذلك تزعتر أزل من فوق الجلدة بها تشكل هذا انتم كما كتشوفون وغادي نردموها بالملحة بالنسبة للملحة كنا نجيبوه 500 جرام ديال الملحة تقريبين وكن نردموها الحوتة ديالنا كاملة والحوتة دجارة كتكون مغصولة ومنقية يعني ومقطرة من الماء يعني يخصت تكون ناشفة صغيرة بعد بركة الله غادي نردمها الحوتة ديالي كاملة نردمها كلها بالملحة ثم تبقى اشتبان عاد نكمل طريقة التحضير الناس اللي ما بغوش يستعملو هالطريقة هذي ديال الملحة ما عليهم الا انه منشوفوا الفيديو السابق لا سيبتها فيها راني شرملتها وطيبتها في الفورن الطريقة اللي هي عادي هيني شرملتها وغطيتها بالورق ديال ديال الفورن وغطيتها بالبابي أليمنيوم من طيبتها مدة 45 دقيقة فالطريقة اللي عجبتكم انتو ما كتتتتعملوا هذي كيبقى على حساب الاختيار كنزيرو على الملحة مزيين خصنا ضروري نزيرو عليها باش ما تهرش صافي دابع ندخل هالفورن مدة 45 دقيقات هالساعة من هجلو نكملو طريقة التحضير بالنسبة للصلصة هذي صلصة اللي عليها كل شي يعني اللي كتجيب بنينة 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 بززاف صدقوني حسنا نحتاج لها الحليب شومبنيو إلي عندكم تستعملوا وما عندكم ش ما تستعملوش عندي لبسلال البزار الزبدة ربعات الصوص ديلتو ما حكوكين مع القدية البقيقة عندي زيتون كحل وخضر مقطعين بالنسبة للناس اللي لهم إلي عندكم شومبنيو مكلكم تستغنيوا عليه مكلكم تستعملو غير الزيتون الخضر والكحل وباقي المكونات وإلي عندكم الشومبنيو استعملو ولكن هالفورن راسة صرافية لنا كتجيب بنينة بنينة بززاف خصوصا مع الحوت سوف نضيف على بركتي الشامبينيون كما قلت لكم إلي عندكم استمروا كما قلت لكم إختيار وصافي زيتون كحن وزيتون خضر كما تشوفوا زيتون كحن وزيتون خضر وزيتون خضر ضرور أنكم تستعملوهم بجوج أو لا تستعملو غير زيتون الخضر لذلك يبقى على حسب الإختيار سوف نضيف نصف نتر من الحليب في الوصف اللي فات تكن ترتهب الكخين فخش يمكن أن يستعملها وزيتون خمسة وربيعة دقيقة سوف نقلعها كما تشوفوا لصوص النار لتعقيد لي وتغطينا واحد الصلصة لبنينا خاترة وعاقدة سوف نضيف الملحة سوف نضيف الملحة سوف نضيف الملحة وسوف اعجابكم ومن المنظف سوف نضيف الملحة لألد من الأرض لها ونصف نحن نطلق فعلاً مميز نحن نقلها بطواق التقديم سلسل بغضاء لا ترى شكلها اضعوا الملحة في الاخير سوف نتكر لكم لان الزيتون مالح و الزيتون الخضر و الزيتون مالح لا ترمي لحطة للخ و بالنسبة للناس اللي طيبوا الحوتة في السوس يعني يكمل فيديو السابق معلوم الا انهم يزعوا ذلك السوس الذي يطلق ذلك الحوتة يطلق ذلك الحوتة يكون مبنين اضعوا على اللاصص لكي نخبوها فوق الحوتة نضغرون الخص من الجناب بل تشكل هذا كما ترون فرد طريقة اقتصادية وسهلة وسريعة التحضير يعني بدون فواكه البحر بدون بلحتي حاجة ولكن الى عندكم فواكه البحر او الى هذا بحل شي مناسبة او الى هذا او الاطياق يمكن لكم تديروهم في جناب ولكن غير الكرة يجي من ارواح ما يكون ان شاء الله تنال اعجب ديركم حلقة دير اليوم وتتجربوا الحوتة وكما لعد اخوتي اعجبتكم حلقة دير اليوم ويعجبكم الفيديو دير اليوم اشتركوا في القناة وكما تنسوهم في الجديد الوصفات الا انهم يضغطوا على الجرس اللي كيكون في جنب الاشتراك ويأكدوا الاشتراك ديرهم وهذا كيبقى الشكل نهائي ديرا ما تنسوش كذلك تخلونا تعليقات ديركم وما تنسوش كذلك تجربوا الوصفة ركات جي رائعة وغادي تفكروني بها ان شاء الله كانت من لكم انسية ساعدة الى حلقة مقبلة بحوالي الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة